مستخير مرة ثانية الجهاز اللي بنركب عليه القطع اللي شفتوها بالpart 1 والpart 2 الكيس من Thermaltake Docker المناصفات الموجودة بالجهاز الماثر بورد طبعا من Asus Maximus 3 Formula خاصة بالGamer's Republic طبعا في الشاشة تدعم ويجي معها بلتين Dolby Home Theater ساوند كار انتر Core i5 760 2.8 جيجا هيرتز الرام من Corsair 4 جيج 1600 ميجا هيرتز وكارت الشاشة من ATI Sofire 5600 وستمية وستمية والان احين بنركب من فك الجهاز ونركب عليه القطع ونشوفكم بعد شوي جميع الأゲ آخ ونشوفكم بعد شوي زوا 100 any طبعا الآن راح نفكى الـ CPU Cooler لأن هذه الـ Stock Fan راح تجي مع المعالج أداء جدا جدا سيئ جدا 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 طبعا ستجي مع المعالج المعالج المموضوع سوف ننضفها من المبنى ونرجع لها بعد ما نضفنا الـ CPU من الثرم الكمباوند سوف ننفكها اللي هي الـ Brackets من المسمار هذا وهذا وهذا علشان نراكم اللي هي الـ Spital Cooler سوف نرجع لكم إن شاء الله بعد ما ننفكها سوف نتركب هذه الرنجز كل واحد في المكان وحسب مكانها في الموذر بورد طبعا موذر بورد Intel فرح يختلف من بين الموذر بورد إلى الموذر بورد شوفوا الآن نقوم بـ Brackets هذا الشيء الجميل فيه إنه موضح لك موديل كله لمعالج ومعالجنا هذا الان اللي هو 11.56 طبعا موجودة في كل الان زاوية ركبناه 11.56 سوي كاميرا هذا الان الشكل بعد ما ركبناه يروح الان مباشرة هنا بك بالشكل هذا اوكي اخر راحة اوكي 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 ونحاول انه ما نشد مرة على الصواميل هكذا اوكي 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 princess اوكي الخلف. فان الهواء يطلع على برة. العكس لما تصير بالشكل كده. يصير الهواء داخل على حسنان جوه. اوكي. اركبها الان. طينا هذا الان بعد ما ركبنا معلي هو المشتت. اسمه الان وما اصير وضعيتك كده. باقي الان نركب المعاج بس نشد شوي. الان راح نركب الان. ونفس الوقت هذا الان معلي هو المادة اللي هي الادهيسف. او اللي هي الثرمال. الراس الان كابر المحاسي. اوكي. ونفس الوقت الممكن هذي كلها الان يدور اللي هي السائل فيها. الى وحدة اللي هي تبنيد بيرجع. فراح نركبها الان. بسم الله. الان انتهي نركبنا الى سي بيو كولر. الان انتهي نركبنا الى سي بيو كولر. مددنا مرة ثانية اللي هي السلاك كلها مرة ثانية. من تحت اسفل البي جي اي والساوند كار. مركب الان. مثبت. اوكي. توصلنا فيها الان. الخطوة الأشيرة الثانية هنا. نبني راح نركب مروحة. الان انتهينا من اللي هو التركيب كاملا. بس باقي نركب اللي هو الغطى. وان شاء الله نقابلكم فيديوهات ثانية. ان شاء الله. نعطيكم متاج عن اللي هو اداء المبرد هذا. شوفكم ان شاء الله على خير. والسلام عليكم.